2017 نشرت وكالة الانباء الهولندية خبر تأهل المنتخب الوطني المغربي الى كأس العالم الذي سود دور مجرياته بروسية 2018 وعلقت عليها لم تتأهل هولندا تأهل المغرب بلاعبين حكيم زياش وكريم الأحمدي الذين خاضوا رفقة الأسود المباراة الحاسمة أمام منتخب الكوت ديف وارن برسم الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم وأشارت وكالة الانباء الهولندية من خلال هذا التعليق الى ان المغرب تأهل بفضل اللاعبين المغاربة الذين يمارسون بالدوري الهولندي الذين أبانوا عن علو كعبهم وعن قاليتهم داخل المستطيل الأخضر طيلة تسعين